بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الأول الابتداء أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول الابتدائي وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل الترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم الصف أو المرحلة الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع الدرس سورة القارعة من الآية الأولى إلى الآية الحادي عشرة يعني بمعنى أننا سنحفظ هذه السورة من أولها إلى آخرها وإلى أهدافنا التي نسعى لتحقيقها أول هذه الأهداف أن يحفظ الطالب أو الطالبة الآيات من واحد إلى إحدى عشر من سورات القارعة حفظا متقنا صحيحا أيضا أن يقرأ الطالب الكريمات التالية قراءة صحيحة وَمَا أَدَرَاكَ يقرأ المثوث كالعهن المنفوش أيضا أن يشدد الطالب الميم المشددة فأما وأما وكذلك فأمه أيضا أن يفرق الطالب بين الشمسية والقمرية هذه بعض أهدافنا التي نسعى لتحقيقها وعلينا دائما أن نعرف لماذا نحن نتلق القرآن لماذا نحفظ القرآن نتذكر أهمية هذا القرآن الكريم أهمية القرآن الكريم تبدو في أمور كثيرة منها أن حفظ القرآن الكريم سبب في التقديم في إمامة المصلين فعندما نريد أن نختار إماما فإنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إذن الذي يقع عليه الاختيار ليكون إماما للمصلين هو من يحفظ أكثر من كتاب الله جل وعلا أيضا الحماية والحفظ الله عز وجل يحفظنا ويحمينا إن نحن أكثرنا من ذكره سبحانه وتعالى إن نحن أكثرنا من قراءة كتابه جل وعلا أيضا القرآن الكريم هو تلاوة القرآن الكريم هو التجارة الحقيقية الرابعة الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة الأنتبور إذن تلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم هذا هو التجارة الحقيقية الرابعة التي يتنافس فيها الناس ويتنافس فيها المسلمون ويتنافس فيها المتنافسون أنا أريد أن أحفظ حفظا صحيحا متقنا أريد أن يكون حفظي حفظ ممتاز ونحن الآن أنهينا سورة القارعة نريد أن نتذكر الأمور التي تساعدنا على الحفظ الصحيح المتقن أول هذه الأمور التي ينبغي علي أن نراعيها لحفظ صحيح متقن الصبر وعدم الاستعجال لا بد من الصبر وعدم الاستعجال ثانيا تكرار المقطع المراد حفظه أكرر وأعيد وأكرر وأعيد وأكرر أيضا من الأمور المهمة رابط المقاطع التي حفظتها وهو ما نفعله في درس اليوم نحن حفظنا سورة القارعة على عدة مقاطع والآن نربط بين هذه المقاطع لا بد إذا حفظنا وأن نأرض حفظنا على غيرنا أن نقرأ حفظا نسمى على المعلم والمعلمة أن يسمعوا منا تلاوتنا ويصح لنا أخطاءنا إن كانت هناك أخطاء إذن لا بد أن أعرض حفظي على غيري هذه من الأمور المهمة التي تجعل الحفظ حفظا متقنا كلكم الآن أتوقع أنكم قد توضعتم أليس كذلك إذن أنتم توضعتم كما يتوضع هذا الشاب هل أحضرتم مصاحفكم بارك الله فيكم توجهتم للمكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء رائع 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 جدا إذن في الدروس الماضية حفظنا سورة القارعة حفظنا سورة القارعة وحان وقت مراجعة هذه السورة العظيمة والآن مع التدرب والتذكر الكلمات التي قرأناها من قبل نريد أن نتدرب على قراءة هذه الكلمات أول هذه الكلمات هنا وسبق أن نبهنا إلى وجود علامة المد وأيضا وجود الألف الصغيرة التي ينبغي مراعاتها إذن نقول وما أدراك أيضا هنا المبثوث وننتبه إلى ال هنا منع ال هنا أحسنتم قمرية المبثوث وهنا من يقرأ هذه الكلمة رائع ممتاز ما شاء الله كالعهن كالعهن هنا أحسنتم المنفوش المنفوش أحسنتم هنا ننتبه للشد على الميم ولاحظوا وانظروا إليك فأنطقها فأما أعيد فأما أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم هنا ثقولت ثقولت هنا أيضا الشدة فأمه فأمه أحسنتم هنا ما هي ما هي الآن ما رأيكم أن نقرأ لكم سورة القارئة قراءة فردية ثم نقرأها القراءة الترجدية مستعدون بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الآن القراءة الترديدية رددوا معي الآن بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية حسنتم مبارك الله فيكم شكرا لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات وبما أنكم قد حفظتم هذه السورة ما رأيكم أن نجري مسابقة نراجع فيها حفظ سورة القارئة هل أنتم مستعدون تعرفون المسابقة التي تدربنا عليها في سورة العاديات من قبل نخفي آية وأنتم تكملون من حفظكم هذه الآية رددوا معي وحاولوا أن تعرفوا الآية التي لم نظهرها بسم الله الرحمن الرحيم القارئة أكملوا أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم أكملوا أحسنتم يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهِ فَأُمُّهُ أَمَا هِيَةً ما القارئة وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْمِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةً نَارٌ حَامِيَةً أحسنتم ومبارك الله فيكم وفقكم الله وأسعدكم الآن سنعيد هذه المسابقة ولكن بإخفاء آيات أخرى فهل أنتم مستعدون؟ رددوا معي الآن أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْقَارِعَةً أحسنتم مَا أَدْرَاكَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ أَكْمِلُوهُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ أَكْمِلُوهُ فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ أَكْمِلُوهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ أَكْمِلُوهُ أحسنتم بارك الله فيكم نار حامية أن نستمع لها من القارئ الكريم فهل أنتم مستعدون نستمع للبسملة من القارئ الكريم الآن وحاولوا أن تسبقوا في قراءة الكلمات المخفية بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يثيبكم على حسن إنصاتكم لكتاب الله جل وعلا الآن سنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية شكرا لحسن إنصاتكم وأدبكم وذوقكم الآن نقرأ هذه الآيات قراءة ترديدية فرددوا معي الآن بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أشكركم أشكركم على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى اقتام درسنا أسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا وأن يكتب أجورنا وأن يجعلنا من المتنافسين والمسابقين في حفظ كتابه ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد ورقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته